اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ اليوم في المحاضرة الرابعة والتي تتحدث عن أكثر من المحور الأول اللحن والمحور الثاني الاستعاذة والمحور الثالث البسملة للعلم هذه المحاضرة تعتبر من أهم المحاضرات في الجانب النظري لورود الكثير من الأسئلة في الجانب الموضوعي عليها ولأن فيها الكثير من الأحكام والتي يوجد فيها بعض الخلاف بين العلماء فيها لنبدأ على وجه السرعة في المحور الأول وهو اللحن سبق وأن تحدثنا عن اللحن عندما تحدثنا عن الغاية من تعلم علم التجويد قلنا هو صون اللسان عن اللحن في كتاب الله وقلت لكم أن اللحن هنا بمعنى الخطأ في كتاب الله إذن اللحن هنا في اللغة بمعنى الخطأ والميل عن الصواب وفي الاصطلاح هو خطأ يطرأ على الكلمات القرآنية هذا بشكل عام قبل أن نتفرع في الحديث عن اللحن لأن له أنواع وكل نوع من هذه الأنواع لها تعرف إذن اللحن بشكل عام هو خطأ عادة ما يطرأ الخطأ نحن نتكلم في علم التجويد عن التجويد في ألفاظ القرآن الكريم أيضا اللحن سيكون في ألفاظ القرآن الكريم إذن هو خطأ يطرأ على الكلمات القرآنية ينقسم اللحن إلى قسمين القسم الأول هو اللحن الجلي الجلي بمعنى الواضح الظاهر البيّن الذي لا يختلف عليه إثنان ما معنى اللحن الجلي أي الخطأ الواضح الذي يطرأ على اللفظ القرآني سواء هذا الخطأ أخلى بالمعنى أم لم يخل بمعنى ممكن جدا أن يكون على بالعلم ممكن جدا أن يكون الخطأ في الحركات فنجعل بدل الضم فتحة يعني بدلنا أن نقول الحمد لله نقول الحمد لله هنا هذا لحن واللحن واضح ممكن لإبن صف أول عندما يسمعنا ونحن نقرأ الحمد لله يقول خطأ الحمد لله لأن الخطأ هنا واضح وبين لا يحتاج إلى عالم أو إلى قارئ في القرآن كي يوضحه أو نبدل حرف مكان حرف كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون ممكن بعض الناس تقرأ ثم بدل ثم فيقلب الثاء إلى سين وهذا خطأ بين وخطأ واضح فهو يستبدل حرف مكان حرف وممكن أيضا أن يكون الجلي الواضح أو اللحن الواضح والجلي تبديل كلمة مكان كلمة فمثلا إن الله خبير بما يعملون ممكن نقول أو ممكن أن يكون الخطأ كأن نقول إن الله بصير بما يعملون فاستبدلنا كلمة بصير بكلمة خبير وهذا خطأ واضح وخطأ بين لا يمكن أن يكون بحل من الأحوال فيه وجه من الصواب طبعا هنا يحدث خلل كبير في القراءة على فكرة ممكن أن يحدث خلل في المعنى وقد لا يحدث خلل في بعض الأحيان يعني عندما نقول مثلا الحمد ولا الحمدة كمعنى لن يتغير المعنى لكن في بعض المواطن ممكن يتغير المعنى في تغير الحركة لكن في بعض المواطن قد لا يتغير المعنى بغض النظر تغير المعنى أو لم يتغير إذا حدث هناك خطأ في الأحرف أو خطأ في الحركات أو خطأ في استبدال كلمة مكان كلمة حكمه التحريم بالإجماع بين العلماء وآثم فاعله إن تعمد ذلك طبعا لماذا سمي هنا اللحن الجلي؟ طبعا واضح أن اللحن الجلي لا يخفى على عامة الناس وعلى بسطاء الناس فأي إنسان يفقه الشيء البسيط في قراءة القرآن الكريم يستطيع أن يميز هذا الخطأ وهذا الخطأ بالنسبة له خطأ واضح ولا يحتاج إلى متخصصين لما عرفته النوع الثاني من اللحن هو اللحن الخفي ومعنى كلمة اللحن الخفي أي هو خطأ يطرأ على الكلمة القرآنية يغير اللفظ لكنه لا يخل بالمعنى في التعريف الأول قد يخل بالمعنى وقد لا يخل هنا يقينا لن يحدث خلل في المعنى لكن في اللفظ أو في عرف القراءة سيحدث هناك خلل بمعنى أو بشيء من التوضيح في اللحن الخفي غالبا أو دائما ما يكون الخطأ في عرف القراءة بمعنى إنسان لم يأتي بغنى الأصل أن حرف الميم المشدد يغن لكنه لم يغنه أو لم يأتي بالتفخيم أو لم يرقق أو لم يأتي بالإضغام على وجهه أو لم يأتي بالإخفاء على وجهه هنا القراءة هي القراءة لم تختلف لكن طريقة القراءة بالأحكام هي التي اختلفت فهنا الخطأ طرأ على عرف القراءة لكنه لم يخل بالمعنى هذا الخطأ كما قلنا أنه ترك أو خالف قواعد التجويد ترك غنى أو لم يفخم أو لم يرقق هنا حكم في الشريعة أنه طبعا إحنا في البداية قلنا حكم الإتيان بالتجويد العملي واجب شرعا فإذا كان واجبا فيكون ترك التجويد حرام بالمنطق إذا كان الإتيان بالتجويد من الناحية العملية واجب يكون تركه حراما وعليه يكون حكم اللحن الجلي أو حكم اللحن الخفي حرام خاصة إذا قصر القارئ أو تساهل في الإتيان به أتصور أنه صار التفريق بين اللحن الجلي واللحن الخفي واضح جدا ولا إشكال فيه اللحن الجلي يتناول الخطأ في الأحرف أو في الحركات أو في تغيير الكلمات بشكل عام أما اللحن الخفي عادة وسمية خفيا لأنه يخفى على عامة الناس من لا يجيد علم التجويد لا يستطيع أن يميز إذا كان هذا الإنسان أتى بعرف القراءة الصحيح أم لم يأتي بعرف القراءة الصحيح لكن من يستطيع أن يميزه هو المتخصصين أو الدارسين لعلم التجويد ننتقل إلى المحور الثاني وهو الاستعاذة الاستعاذة طبعا الاستعاذة هي الصيغة التي يبدأ بها القارئ قبل الشروع في القراءة في أي صورة ما معنى الاستعاذة في اللغة؟ ما معنى الاستعاذة في الاصطلاح؟ ما حكمها؟ هل هي آية من القرآن أم ليست آية؟ ما هي حالات الاستعاذة؟ ما هي أوجو الاتيان بالاستعاذة في المصحف؟ أولا للإجابة على هذه التساؤلات نقول أن الاستعاذة هي طلب العوذ أو التحصن أو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إذن في الاصطلاح من أي شيء يريد أن يستعيذ أو يتحصن أو يلتجئ الإنسان طلب الالتجاء والتحصن بالله من شر الشيطان الرجيم إذا خاف الإنسان إذا اضطرب الإنسان إذا أراد الإنسان الأمان فهو سرعان ما يلتج إلى الله سبحانه وتعالى خوفا أو تحصنا بالله من شر الشيطان الرجيم نأتي الآن إلى حكم الاستعاذة طبعا الاستعاذة مستحبة على الراجح من أقوال العلماء لكن بعض العلماء قالوا بأن الاستعاذة واجبة واستدلوا بقولهم بحكم أنها واجبة لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا استعذ بعله أمر والأمر يفيد الوجوب إذن القراءة بالاستعاذة حكمها أو بدء بالاستعاذة حكمها واجب هذا رأيي لبعض العلماء لكن خلاصة القول في هذا الكلام أن الاستعاذة لابد منها عند ابتدائنا للقراءة سواء كانت في أول الصورة أو في أي جزء من أجزاء الصورة السؤال الآخر هل الاستعاذة آية من القرآن طبعا الاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء ولكنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابن مطعم عن عبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو سألني سائل وقال طب في عنا آية في القرآن تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله صحيح لكن الآية لم تقل أعوذ بالله قالت فاستعذ بالله لكن الاستعاذة بنصها الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست في القرآن بالإجماع نأتي الآن إلى صفة الاستعاذة طبعا هناك صيغ كثيرة للاستعاذة من أشهر صيغ لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن هناك صيغ أخرى متعارف عليها ومتداول ويقرأ بها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم أو أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان الرجيم إذن هناك صيغ كثيرة لكن أشهرها المتعارف عليها وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نأتي الآن إلى حالات الاستعاذة طبعا هناك أربع حالات للاستعاذة حالتان يجهر بها وحالتان يسر بها عندما نقول يجهر أي نقرأ بها بصوت عالي متى نقرأ بالاستعاذة بصوت عالي؟ أولا في مقام التعليم أو في حلقات التدريس للقرآن حتى يستطيع المتعلم أن يتعلم كيفية قراءة الاستعاذة والوجه الثاني يجهر بها في المحافل وفي قراءة القرآن الكريم على ملئ من الناس طب متى يسر بها؟ أي يقرأ بها سرا أولا يقرأ بها سرا في الصلاة ثانيا يقرأ بها في القراءة الفردية يعني إذا قرأت القرآن بمفردك فيسن أن يسر بالقراءة في الصلاة أو في القراءة الفردية نأتي الآن إلى أوجه الاستعاذة الآن عندنا لو قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كيف يمكن أن نأتي بالاستعاذة مع البثملة مع بداية الصورة؟ هناك أربع أوجه الوجه الأول قطع الجميع ومعنى القطع هي الوقوف مع التنفس نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقف ونأخذ نفس بسم الله الرحمن الرحيم نقف ونأخذ نفس قل هو الله أحد هذا هو الوجه الأول وهو قطع الجميع الوصل الثاني وهو بالعكس وصل الجميع بمعنى لا نأخذ نفس ونصل بين الاستعاذة والبسملة وبداية الصورة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد واضح وصلنا الجميع الوجه الثالث هو قطع الأول أي قطع الاستعاذة ووصل الثاني بالثالث أي وصل البسملة ببداية الصورة كقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وصلنا بداية الصورة وصلنا البسملة مع بداية الصورة الوجه الرابع هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث فنأتي بالاستعاذة مع البسملة موصولتان ونقطع بداية الصورة قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هذه الوجه الأربعة للاستعاذة نأتي الآن وهكذا نقول قد انتهينا من المحور الثاني وهو الاستعاذة لننتقل بعدها إلى المحور الثالث وهو البسملة البسملة هي مصدر من بسملة أي قولنا بسم الله وهي من باب النحت في اللغة ما معنى كلمة النحت هو الاستعاذة عن مجموعة من الكلمات بكلمة واحدة بدلا من أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسملة بدلا من أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله نقول حوقلة بدلا من أن نقول لا إله إلا الله نقول تهليل وهكذا هذا يسمى من باب النحت في اللغة ما معنى البسملة البسملة في اللغة مصدر من بسملة إذا قال بسم الله في الاصطلاح أبدأ حال كوني متبركا ببسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ هذا العمل طالبا البركة من الله باسمه الرحمن الرحيم طبعا البسملة تختلف عن الاستعاذة لأنه ليس لها إلا صيغة واحدة وهي بسم الله الرحمن الرحيم ودليلها من القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البسملة هي من القرآن بالإجماع ليست كالاستعاذة لأنها موجودة وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكن ما حكمها البسملة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاختلاف في هل هي آية من القرآن أم ليست آية من القرآن ذهب البعض أنها ليست آية من القرآن وذهب آخرون إلى أنها آية لكننا ولأننا نتحدث عن الإمام حفظ ونقرأ برواية الإمام حفظ يقول الإمام حفظ أنه يتعين الإتيان بها في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة لأنها بدأت ببراءة من الله ورسوله فهي نزلت بحد السيف فلا تأتي الرحمة مع العذاب إذن رواية الإمام حفظ أو رأي الإمام حفظ في الموضوع يتعين أن يجب الإتيان بها في بداية الصورة ويستحب الإتيان بها في وسط الصورة فالقارئ أن يتركها أو يأتي بها إن شاء طبعا الاستثناء الوحيد البدء بصورة براءة أو صورة التوبة وصورة التوبة إذن الخلاصة أن البسمة لآية طبعا من الفاتحة وهذه لم يختلفوا فيها سن في أوائل الصور للفصل بين الصور إلا في صورة التوبة فلا يفصل بين الأنفال والتوبة بالبسملة كما أخذنا أوجه للاستعاذة الآن نريد أن نتعرف على أوجه البسملة بين الصور أوجه البسملة بين الصور بخلاف الاستعاذة الاستعاذة كان الوجه استعاذة بسملة بداية صورة في البسملة الوضع مختلف نهاية صورة بسملة بداية صورة طبعا لها هنا ثلاثة أوجه وليست أربعة أوجه وهنا فارغ بين الاستعاذ والبسملة أولا قطع الجميع لو أردنا أن نأخذ نهاية صورة الإخلاص مع بداية صورة الفلق نبدأ طبعا نهاية صورة الإخلاص مع البسملة مع بداية صورة الفلق نهاية سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد بداء بعدين البسملة ثم بعدها قل أعوذ برب الفلق الوجه الأول قطع الجميع